أهلا بكم لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي مصرعهم وجورح آخرون على يد القوات المشتركة جراء خروقاتها في أربع جبهات بالساحل الغنبي وأفاد الإعلام العسكرية أن ميليشيا الحوثي حاولت استهداف مواقع للقوات المشتركة في خطوط التماس بقذائف الهاون والأسلحة الرشاشة في جبهات الخمسين والصالح وكيلو ستة عشر بمدينة الحديدة أيضا في شرق منطقة الفازة بمديرية التحيطة مؤكد أن القوات المشتركة في الجبهات المشار إليها وجهت ضربات موجعة أوقعت إصابات مباشرة في صفوف الميليشيات وأخمدت مصادر النيران يشاره إلى أن القوات المشتركة والتي تمسك بزمام السيطرة التامة في كامل خطوط التماس بجبهات الساحل الغربي أفشلت خلال الأسابيع القليلة الماضية سلسلة محاولات لهذه الميليشيات حاولت لإعادة ترتيب دفاعاتها تحديدا في الجبهات المتقدمة في مدينة الحديدة وجبهة حيس وقامت بتكبيدها خسائر كبيرة